السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسعد مساء الجميع وكل خير اليوم معنا بندقية حقيقة أنا أقول أنها فخر الصناعة الخليجية اللي هي القناصة CSR من شركة كراء طبعا تجي 388 وتجي 308 كذلك البندقية تجي بمخزن 10 طلقات وبيت النار طلقة صبطانة 27 5 قروف 1 على 10 مع خاصية عدم عودة البولت في حال كان المخزن فارغ زي ما تشوفون الآن وقف لا بد نطلع المخزن طبعا البندق تقبل 250 و 300 قرين بآن واحد خصوصا رصاص اللابواء تجي مع موزل زي ما تشوفون وتجي كذلك مع كاتم زي ما تشوفون وله طريقة التركيبة وكذلك فيها منصب أحادي بالخلف راح نشرحها الآن مع باي وود أطلس الأصلي وأخمس تاكتكل طبعا تم تجربة البندقية على مسافة 1700 متر هدف بحجم 12 إنش البندق يجي معها كاتم وفيها موزل بريك تستطيع أنك تركب الكاتم على الموزل زي ما تشوفون هنا وتستطيع تركب كل واحد تنشيل الموزل وتركب بالشكل هذا وكبس ما هو بسنة كبس طبعا مع الحفاظ على الصفر وعدم تغيره نفكها بالشكل هذا والموزل بريك بدون الحاجة إلى إزالة الموزل أو إزالته وتركيبه كذلك الآن للجزء الخلفي من البندقية وقضية التحكم للرامي أولا الأخمس تستطيع أنك تثني وتطوي المخزن بالشكل هذا كذلك التحكم في الخدة في ارتفاع الخدة زي ما تشوفون ترفع على حسب احتياج الرامي مع إمكانية تقديم الأخمس زي ما تشوفون مع القطعة حقة رفع المخزن من الأسفل بالشكل هذا ما شاء الله تبارك الله طبعا بوت ما شاء الله تبارك الله زي ما نشوف ناعم ناعم جدا تأمين بالجهة الخلفية البولت لا أحبو سلاسة لا أحبو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الزند أنا والله ما هو معي القياس لكن ما شاء الله الزند خفيف ما شاء الله تبارك الله حقيقة نقول ما فخرة لنا كخليجيين البندقية هذه طبعا مثل ما ذكرت لكم البندق تجي 308 وتجي كذلك 338 وإن شاء الله عز وجل بوريكم تجميعها بعد شوي إن شاء الله كذلك نسيت موضوع الأخمسة الأخير تستطيع رفعه والتنزيل كذلك وإن شاء الله نوريكم التجميع بإذن الله هذه الأطوار 338 ما شاء الله تبارك الله جي ما شاء الله سوّر تجميع بوريكم الآن التجميع على 100 متر باللاب وشوفتها طلقات ما شاء الله تلقات اللي فوق هذه المندقية CSR CSR ما شاء الله كاركال 338 ما شاء الله تبارك الله